مرحباً جميعاً، اليوم سوف نتحدث عن كيفية استخدام جروب تاب في ميكروسوفت Edge ممتازة جيدة لإنقاء جروب تاب في ميكروسوفت Edge يمكنك فقط تقلق على جروب تاب ثم تقلق على جروب تاب في ميكروسوفت Edge مثلاً سوف أسمع هذا جروب Gaming وإذا كنت أرغب أي تاب في ميكروسوفت جروب تاب في ميكروسوفت ثم أضع ثم أثناء جروب نجوية جروب ونحن تريد أن أرغب ميكروسوفت أخرى، يمكنك تقلق ثم أسأل ميكروسة جروب سأسمع هذا إوديو كبير يمكنني إخوة أراضي لإنتقاء كروب كسرية أفضل أن تساعد أفضل من الفلسجين يمكنك إخوة لتساعد النبط يمكنك إخوة لتساعد النبط لتساعد النبط من الجانب هذا هو طريقة أفضل ويقع الأفضل أرى if I click on the plus button, I can add any tab, now if I right click on any of my groups I can select ungroup I can close the group and move the group into a new window, as you can see I have a new window with all the tabs that are ربما تقوم بمجرد مجرد. وإذا تقوم بعمل منظر مجرد، يمكنك تضع مجرد مجرد في مجرد. لكي تقوم بكثير من الناس عن المجرد، يمكنك ترى أراضي فيديو عن مجرد. كيف تدرد وستخدامها في ميكروسوفت Edge. و بالطبع للنفذة من تقوم بعمل كل ما، يمكنك تقوم بقيم ودخل مجرد. وهذا سيقوم بتغيير المنزل والكل المنزل بالتغيير هذه هي طريقة جميلة لتغيير المنزل والتغيير المنزل خاصة عندما تغيير الكثير من المنزل جوجل كروم تقدم مفترة مختلفة يمكنك تصنع المنزل في جوجل كروم أيضا يمكنك أيضاً تقلق وضع المنزل إلى جوجل كروم لديك مختلفة مختلفة لتغيير المنزل أحياناً لا أستخدام هذه المنزل ولكنه مجدداً لديك لكي تصنع المنزل في المنزل يمكنك تشاهد الفيديو في المنزل إذا كنت تستخدم المنزل في المنزل يجب أن تشاهد الفيديو ويمكنك أيضاً تشاهد الفيديو عن المنزل أتمنى أن تجدت الفيديو بفترة إذا كنت تفعلت لا تتسجد الفيديو وإن تتسجد الفيديو وإن تسجد الفيديو وإن تسجد الفيديو حتى الثاني حسناً